نظمت هيئة قناة السويس جولة للتعريف بالقرية الأولمبية وإلقاء الضوء على تجهيزاتها واستعادتها لاستقبال البطولات المختلفة وتعد القرية الأولمبية صرحا رياضيا هاما حيث تضم استادا على مساحة 80 ألف متر مربع مزود بأحدث التقنيات المطلوبة للبطولات العالمية حلم رياضي جديد يتحقق بسواعد أبناء هيئة قناة السويس بإنشاء القرية الأولمبية تلك المدينة الرياضية المتكاملة التي صممت طبقا للمواصفات العالمية على مساحة 350 ألف متر مربع والتي استضافت وفدا رياضيا وإعلاميا لتفقد العديد من المنشآت الرياضية لمختلف الألعاب تأكيدا على الدور المجتمعي لهيئة قناة السويس في منطقة القناة طرح كبير رياضي جاهز لإستقبال كل البطولات سواء العربية أو الفرقية أو المصرية طبعا كصرح يشرف هاية قناة السويس والإسماعيلية ومصر كلها الصرح البنى في مدة ثلاث سنوات على 86 فدان فيه هو عبارة عن قرية أولمبية فيها الاستاد طبعا لبسع 21 ألف متفرج فيه مجمع حمام السباحة فيه الصلاة المغطاة فيه ملاعب الهوكي الدولية التي تلعب عليها فعلا الريدي بطلات يعني فيه ست ملاعب للخماسي فيه تلت ملاعب لكرة القدم من طريق كرة القدم صارحة عملاق ما كنتش متوقع أن أشوف الكلام ده 85 فدان يعني فيهم كل ما يمكن أن انت تستثمره بشكل كبير جدا زي ما قلت المكان ده كان مهجور النهاردة بيعج بالجمايير وبالصعفيين وإن شاء الله قريب جدا بالرياضين فشيء جميل أنا بشكر ست الفريق عليه دعوة كريمة ساعدت بيها النهاردة وبعد ما شفت المنشآت وشفت كل الإمكانات الموجودة لأي رياضية تمناها موجودة هنا القرية الأولمبية تتكون من استاد هيئة قناة السويس الذي أنشئ على مساحة 80 ألف متر مربع مزود بأحدث التقنيات المطلوبة للبطولة العالمية بالإضافة لعدد من القاعات الحديثة ومدرجات تستوعب 21 ألف متفرج بالإضافة لستاد الهوكي الدولي الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط بالإضافة لستة ملاعب مفتوحة لتدريبات الألعاب الجماعية بالإضافة لبناء مسجد ليدعم الاستاد منظومة الدولة في تطوير البنية الأساسية للرياضة المصرية القرية الأولمبية تم تنفيذ على مسطح حوالي 350 ألف متر مربع ما يعادل 86 فدان فيها العديد من المنشآت الرياضية الهمة بتستوى بحوالي 22 نشاط رياضي مختلف شركة قناة سويس للصمار هي التي قامت بتصميم وتنفيذ استاد هيئة قناة سويس الموضوع مشي على التوازي تصميم وتنفيذ على التوازي ومشي بطريقة غير تقليدية يعني احنا ما كناش بنشتغل بنفس الطريقة التقليدية لأعمال المأولاد القرية تقدم خدماتها الصحية بوجود ناد صحي رياضي بالإضافة لوحدة لعلاج إصابات الملاعب بها تجهيزات خاصة لذوي الهمم وصالة رياضية وبذلك تساهم القرية في النهوض بالمنظومة الرياضية المصرية التي تقدمها الدولة للعالم 66 عاما سطرت فيهم قناة السويس منذ تأميمها عام 1956 تاريخا من الإنجازات المتعلقة بالملاحة العالمية ليأتي هذا العام وتحتفل فيه الهيئة بهذا الصرح الرياضي العالمي لتعلن عن جاهزيتها باستضافة كل الفعاليات والبطولات الدولية والإقليمية لتكون هذه المدينة الرياضية شاهدة على جهود الهيئة في مواكبة رؤية مصر لبناء الجمهورية الجديدة من داخل استاذ هيئة قناة السويس محمود جميل التلفزيون المصري اشتركوا في القناة